رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات أن تطرأ زيادة على أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية في تسعيرة الشهر المقبل وقال أن أسعار خام برينت تباينت منذ بداية هذا الشهر بارتفاع نسبته 15% عن الشهر الماضي حيث بلغ متوسط سعر البرميل 45 دولاراً فيما بلغ حتى هذه الفترة 54 دولاراً في حين لم يحدد نسبة الرفع المتوقعة وأوضح سعيدات أن أسعار مواد البنزين بشقيها الكاز والديزل ارتفعت نتيجة ارتفاع خام النفط وبالنسبة للغاز المسال فإن التغيرات التي حدثت على أسعاره العالمية غير مؤثرة وأشار إلا أن هناك خمسة جلسات عالمية للتداول في خام برينت قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على أسعاره العالمية وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت نهاية الشهر الماضي تخفيض أسعار البيع المحلي للمحروقات بنسبة 3.2% لمادة البنزين أكتان 90.95% وتخفيضه 4.3% لمادتي أسولاري والكاز وتثبيت سعر استوانة الغاز المنزلي 12.5 كيلو جرام عند سبعة دنانير